كشفت الشركة المنظمة لفعاليات أبحر في السيف عن تفاصيل ما حدث من مخالفات من بعض ركاب رحلة سفينة ريتسي سبيريت مؤكدة حرصها الشديد على توفير كل مقومات النجاح التي تعكس قيمة السياحة السعودية وعدم التهاون في كل ما يمس لائحة الضوء العام أو يهدد سلامة وأمن السفينة والركاب وقالت الشركة في بيان لها إشارة إلى ظهور بعض الممارسات والسلوكيات التي تخالف لائحة الضوء العام من بعض ركاب رحلة سفينة ريتسي سبيريت التي انطلقت من ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية يوم 13 سبتمبر 2020 لمدة أربعة أيام وتجاوزهم على خصوصية بقية الركاب ونشر عديد من المقاطع في مواقع تواصل اجتماعي والتي تتنافى مع القيم والأنظمة وتعقيبا على ما تم تداوله في هذا الشأن وورود العديد من المعلومات المغلوطة تود الشركة أن توضح للجميع أنه لم تقدم الدعوة لمن صدرت منهم هذه التجاوزات وأنهم قاموا بدفع التكاليف ومضت عليهم كافة الشروط والمتطلبات التي تطبق على الجميع آمنين من الجميع تحري الدقة والمستقية في هذا الشأن وأشارت الشركة إلى أنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد هذه الممارسات وتواصلت مع الركاب المعنيين للحد من هذه الممارسات وتمت مغادرتهم في أول محطة للرحلة وهي محطة شاتئ الرأس الأبيض بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة